لسه الحكاية بتاعت الأولمبيات ومشاركتنا فيها وإحنا عملنا إيه وما عملناش إيه وكاننا بفود يحصل إيه الناس كلها بتتكلم على هذا الأمر وكالعادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي معانا حاسس باللي بنحسه شايل الهم اللي احنا شايلينه فالنهارده فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية طالب بتقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية اللي شاركت في كل المسابقات بدورة الأعابة الأولمبية 2024 وبيان لرئاسة مجلس الوزراء قال إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء أعرب سيادته عن خالص التهنئة لللاعبين السلاس الممثلين لمصر في دورة الألعابة الأولمبية اللي حملوا عالم مصر وحقاوا إنجازات نفتخر كمصريين جميعا بيها وقال نحن نعلم أننا جميعا كنا نأمل في الحصول على عدد أكبر من الميداليات ولذا هناك توجيه من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يكون هناك تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية التي شاركت في كل المسابقات وفي هذا الإطار وجه الدكتور مصطفى بدبولي وزير الشباب والرياضة بتكسيف رعاية المؤسسات الرياضية والشبابية للشباب الموهوبين والمميزين رياضيا بالإضافة إلى ضرورة وجود خطة واضحة من الاتحادات الرياضية لتأهيل الشباب المصري المتميز رياضيا للمشاركة في مختلف الفعاليات الرياضية الإقليمية والعالمية مصر كانت حصلت ثلاث مديليات في أولمبياد باريس ذهبية لأحمد الجندي في الخماس الحديث محمد السيد برونزية السلاح وصارة سمير في ضيئة رفع الأسكار حلو